فيبطل السحر عجيب إذن الآن خلنا نأخذ ما هو سر الوقاية من السحر يعني واحد خالف من السحر حتى لا يقع فيه فما الذي يفعل حتى يقي نفسه من السحر جميل في يوم الأيام كنت أقرأ على امرأة مع زوجها فنطق الجنيه قال لن أخرج قلت ستخرج لن أخرج لا تخرج المهم قلت سأخرج عليك القرآن حتى تخترق المهم جلست أقرأ أقرأ قال انتظر انتظر قال أخرج منها بشرط واحد قلت ما هو قال أن أخرج منها وأدخل فيك في أنا فقلت أدخل فزوجها قال انتظر انتظر يا شيخ إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك قلت داح ادخل فانتظر قليلا ثم بكى الجني قلت ما يبكيك قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم قلت لما قال انك قلت بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر مئة مرة قلت صدق رسول الله من قالها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسل فهذا أول حرز يحرز الإنسان نفسه من أذكار والأدعي وكذا وأذكار الصباح والمساء يا أخوان بشرط أن تقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وتفكر لا تقول له أنت مشغول ستحصن بلا شيء